المسائية من الميادين وفي عنوين ملفيها مكرو يقول ألا سلامة في المتوسط من دون أوروبا ويهاجم تركيا من بوابة ليبيا وأنقرة تتهمه بإطلاق ادعاءات كاذبة فما أفاق التصعيد بين البلدين مجلس النواب الليبي برئاسة عقيل صالح يطلب رسميا تدخلا عسكريا مصريا فهل يتحول التدخل إلى اشتباك تركي مصري مباشر وبعد سوريا والعراق وليبيا تنام النفوذ التركي في لبنان فهل هو على حساب الدور السعودي مساء الخير دعوة أطلقها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لكي تضع أوروبا يدها على الملفات الجيوسياسية في منطقة المتوسط حتى لا يكون مصيرها في أيدي قوى أخرى كما قال فلا سلام في المتوسط من دون أوروبا برأي ماكرون الذي رأى أنه لا يمكن للقارة العجوز قبول أن تقرر قوى أجنبية مصيرها القارة نفسها التي عجزت عن مواجهات الضغوط الأمريكية يرى الرئيس الفرنسي أنها تقف أمام تحديات في قابل السنوات في منطقة المتوسط نزاعات في مناطق بحرية وزعزعة الاستقرار في ليبيا التي يؤكد أن استقرارها أساسي لأمن أوروبا ومنطقة الساحل ومن هنا يجب وضع حد لتدفق كميات هائلة من الأسلحة والمرتزقة إلى هذا البلد كما قال وذلك في إشارة إلى تركيا التي هاجمت في المقابل فرنسا متهمة إياها بتقديم ادعاءات كاذبة وبالتغطية على مقابر جمعية في ليبيا تبادل اتهامات يطرح تساؤلات حول أفاق التصعيد بين الجانبين وذلك تزامنا مع طلب مجلس النواب الليبي برئاسة عقيل صالح من مصر رسميا تدخلا عسكريا مباشرا فهل يتحول هذا التدخل إلى اشتباك تركيا مصري مباشر؟ ولسيما أن تركيا تحاول توسيع نفوذها في الكثير من الدول العربية بمختلف الوسائل فبعد سوريا والعراق وغيرهما تشير معطيات عديدة إلى تنامي التدخل التركي في لبنان فهل سيكون هذا التدخل على حساب الدور السعودي في هذا البلد؟ أهلا بكم في المسائية البداية نرحب بضيوفنا من العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا الإعلامي والخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ بيير لويريمو مساء الخير أستاذ بيير أيضا نرحب هنا بالأستاذ سامير الحسن الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية مساء الخير أستاذ سامير وأترحب موصول بك دكتور تيسير الخطيب الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم جميعا قبل أن نبدأ الحوار سنتوقف مع هذا التقرير إذن هل تتحول الحرب في ليبيا إلى مواجهة بين قوى إقليمية تجد نفسها منغميسة أكثر فأكثر في هذه الأزمة مثل تركيا ومصر ولسيما مع تطور النزاع بين الأطراف الداخليين المتحاربين وداعمهم الإقليميين والدوليين وقد خلف التورط التركي المتزايد في الأزمة الليبية قلقا إقليميا ودوليا لسيما أن تركيا تبدو كأنها باتت تهيمن على القرار في ترابلوس تقرير محمد بو عبدالله في سباق شديد مع الزمن بات المعنيون بالأزمة الليبية سواء في ذلك المطالبون بحل سياسي طال انتظاره أو الساعون إلى حسم عسكري بعيد المنال إلى ترابلوس وصل قبل أيام وزير الدفاع التركي خالوس أكار ترفض بلاده وقف إطلاق النار قبل السيطرة على سرطة وقاعدة الجفرة وذاك ما اشترته وزير الخارجية ملود جويش أوغلو خشية أن يكون أي اتفاق في غير مصلحة الوفاق أو بالأحرى في غير مصلحة الأتراك بالدرجة الأولى في المقابل حصلت مصر على غطاء سياسي لتدخل عسكري مباشر بطلب من برلمان طبرق لمواجهة الدعم التركي لحكومة السراج تطور ينذر بمواجهة تبدو أقرب من أي وقت مضى بين مصر والتركي على الأرض الليبية بقلق واستياء يراقب الأوروبيون التحرك التركي فهم أيضا لهم مصلحة بل مصالح في ليبيا ثم تتعارض للتدابير التركية مع تلك المصالح يقوض علاقات الجانبين يؤكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وتبدو تركيا غير آبهة بضغوط الاتحاد الأوروبي فلديها ورقة تلوح بها وتهدد كلما كانت للأوروبيين خصما هي سياسة الحدود المفتوحة للمهاجرين في المقابل يريد الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون أن تضع أوروبا يدها بشكل مباشر على الملفات الجيوسياسية في البحر المتوسط الحديث هنا ينطبق بالخصوص على ليبيا المتأزمة والتي يتدخل فيها أطراف متعددون في لهجة خطاب الرئيس الفرنسي تلميح إلى أن التركيا تقتحم مجالا حيويا للأوروبيين جنوبا والأمر قد يكون ينطبق على الروس أيضا في اتهام مبطل أستسمح ضيفينا دكتور تيسير وأستاذ سامير أن أبدأ معك أستاذ بيرلوي من باريس بعد أن اندلعت حرب التصريحات الشرسة ما بين الرئيسين إردوغان وماكرون اليوم والدولتين كذلك العضوين تركيا وفرنسا في ألانيتو يرفع الرئيس الإمانويل ماكرون حدت لهجة الخطاب بالتعاطي خصوصا حينما يقول أنه يجب أن تعيد أوروبا تحديد دورها ومكانتها واستعادة هذا الدور بالملفات الجيوسياسية ولا سلام من دون الموافقة الأوروبية كيف نفهم تصعيد هذه اللهجة بأي سياق يمكن فهمه أكثر ما هي الهواجس تحديدا من الدور التركي أو النفوذ التركي بالنسبة للفرنسي أضغيضا كلمة هواجس هي كلمة في محلها لأن مثل هذه التصرفات التي تقدم عليها تركيا في هذه الأوينة الأخيرة من منظور ديبروماسي فرنسي ومقلق حقا لأن مسألة أن يتعزز الدور التركي في ليبيا على حساب دور يمكن أن تطلع به قوى إقليمية أخرى وخاصة منها الاتحاد الأوروبي يفتح مجال أمام إيمانيو الماكرون الذي يسعى بوضوح إلى قيادة الديبروماسية الأوروبية إلى إتبات مزيد من الصرامة المتمثلة في تصعيد هذه الرهجة وكما رأينا طبعا مع الأحداث الأخيرة من اعتراض السفينة وغيرها من مزاعم تركيا للاستلاء على غرب ليبيا وأن يصبح أردوغان سيد الموقف في ترابرس بالوكالة مثل هذه الخطوة التي يخدم عليها أردوغان في مجال يعتبر حيويا وربما نعود إلى هذه النقطة من الناحية الاقتصادية لفرنسا التي لا تزال تنظر إلى المخزون النفطي والمخزون الغازي وأيضا بغض النظر عن مجرد الموارد الليبية هناك أيضا مخاوف من أن تصبح تركيا سيدة الموقف أيضا في الاستثمارات الإفريقية فبالتالي لا غربت في أن يدعو الرئيس إمانويل مكرون فعلا الاتحاد الأوروبي إلى وضع يده على ملفات الشرق الأوسط وجاء موقف مكرون مدعوما بشدة من جوزيف بوريل وأيضا صوت لا نسمعه كثيرا ولكن يعطيه موافقة ضمنية وهي المستشارة الألمانية أنجل ماركل على الرغم من وجود جالية تركية مهمة جدا كما نعمل في ألمانيا موقف المستشارة الألمانية وموقف الرئيس الفرنسي أي موقف قطبي القطبي لدينا يقودان الاتحاد الأوروبي هو موقف واحد علما أن بوريل تحديدا قال قبل أشهر لم نكن لنصل إلى هذا الموقف الموحد الأوروبي وكلنا نعلم بموقف أيطالي متميز وهل نحن بطنا أمام جبهة أوروبية موحدة للمواجهة هذا سؤال يطرح الآن أستاذ بيروي ولكن أشرت إلى نقاط مهمة لا بد من استمزاج وأيضا معرفة رأي ضيوفنا هنا في الاستوديو دكتور تيسير نحن نتحدث عن ازدياد تعنت لرئيس إردوغان على مزيد من النفوذ إن كان يمكن شهدناه بشكل واضح في الشمال السوري كذلك تمخض في الشمال العراقي حتى اليوم يتم الحديث عن نفوذ وصل إلى اليمن والدخول إلى الصراع في ساحة اليمن ولكن إذا انطلقنا من ساحة الصراع الليبية ما حدود صبر القرى العجوز اليوم على سحب البساط لنفوذها الذي كانت تتمتع به وهل تحولت يمكن تركيا أو ليبيا إلى ساحة صراع ما بين الرئيسين ماكرون وإردوغان أعتقد بأن هذه المواقف التي تصدر عن الرئيس الفرنسي لا يمكن ترجمتها واقعيا لأن لا بد أن نضع في الاعتبار الخلفية التاريخية لإعلاقة تركيا بليبيا في عهد النظام السابق لا أتكلم عن الخلفية التاريخية البعيدة في عهد معمر القذافي يعني كان الشركات التركية هي أكثر الشركات التي تستثمر في ليبيا فضلا عن أنه حتى عندما بدأت الحركة ضد معمر القذافي كان الموقف الليبي كان عفوا الموقف التركي لا يؤيد هذه الحركة إطلاقا يعني حركة التغيير في ليبيا بالإضافة إلى أن الموقف التركي له خلفية جيو استراتيجية عميقة جدا في العلاقة مع ليبيا هذه الخلفية تتعلق بالوضع الاستراتيجي لتركيا تركيا تقع على ثلاثة بحار ولكن نتيجة وجود مشاكل في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي بحر إيجا حولت تركيا التي هي من أكثر الدول ذات الإطلالات البحرية كأنها دولة حبيسة في سنة 2016 و2017 و2018 نشأ تحالف بين مصر وإسرائيل واليونان وقبرص اليونانية ضد تركيا وهذا التحالف كان على حساب المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط وضد مصالح القبارص الأتراك أيضا ودعت تركيا طوال الوقت إلى وجود تعاون إقليبي بين جميع الدول في شرق البحر الأبيض المتوسط بما يضمن مصالح الجميع ولكن الطرف اليوناني الذي تعنت كثيرا في مواقفه والذي استطاع أن أيضا يتحالف مع الكيان الصهيوني ويتحالف مع مصر لماذا أذكر هذا الأمر؟ لأنه الآن تركيا وهي تذهب باتجاه ليبيا تذهب من أجل أيضا حل مشكلة التشاطئ بينها وبين اليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط التشاطئ بينها وبين الكيان الصهيوني وبينها وبين مصر أيضا يعني لا بد أن نضع هذا في عيد الاعتبار فضلا عن أن الموقف الفرنسي الذي يتحدث عن أنه يريد يعني أن تكون لأوروبا الكلمة الأخيرة هذا الموقف الاستعماري الآن انتهى تماما أصبحت أدوار هامشية بالنسبة للإيطالي والألالي أصبحت دور هامشية ولا بد أن نذكر أيضا دور أوروبا وخصوصا فرنسا في أهد الرئيس الأسبق ساركوزي في صنع أو وضع بذور المأساة الليبية يعني كل ما حدث في ليبيا هي دخول حلف الناتو دعم دخول حلف الناتو هذا لا يعني أننا يعني مع نظام القذافي نظام القذافي كان نظاما ديكتاتوريا ولكن دكتور تيسير إذا تكلمنا بأرض الواقع الآن هناك مجريات على أرض الواقع تركيا التي قالت بأن سيرت هي متجهة نحو سيرت ستدعم حكومة الوفاق هناك نوع من الفرملة لأنه أتت أيضا الضربة الجوية لقاعدة الوطية وكأنها رسائل ليس فقط بحجم الخسائر التي منيت بها رسائل دولية وأقليمية لها نعم الحكومة التركية الحكومة التركية عقدت اتفاق مع حكومة طرابلس التي يعترف فيها المجتمع الدولي وهذا الاتفاق له علاقة بتقسيم الحدود البحرية في مقابل الحلف المتوسطي الذي اشتركت فيه إسرائيل ومصر واليونان وجنوب قبرص فهذا هو أمر له علاقة بمصالح الدول وهذا الاتفاق بين تركيا وبين ليبيا لم يتم الاعتراض عليه على مستوى القانون الدولي هذا الاتفاق أولا تم بين تركيا والحكومة الشرعية المعترفة فيها من الأمم المتحدة في ليبيا وتم ضمن القوانين الدولية التي تسمح بترسيم الحدود بين الدول يعني لم يخرج عن هذا الإطار وأريد أن أضيف لا أريد أن أأخذ كل الوقت أضيف نقطة واحدة أن النفوذ الأوروبي لو تحقق في شرق البحر الأبيض المتوسط فإنه سيكون نفوذ إسرائيلي لأن إسرائيل تتلاعب بأمن البحر الأبيض المتوسط ولكن هناك مقاربة أخرى لا أدري إلى من تميل أستاذ سامير يعني النفوذ التركي الذي يتم في ليبيا هو يحقق المصالح الأمريكية الإسرائيلية ولذلك نوع هناك من الدبلوماسية والغموض الذي يلتف حول الموقف الأمريكي خصوصا بعد التدخل الروسي كذلك يمكن ذهب أكثر وجنحا إلى المواجهة يمكن قليلا بالملف الليبي مواجهة للقرار الروسي ولكن يصب بمصرحة إسرائيل كذلك وليس بمصرحة العرب بطبيعة الحال هل نحن الآن أمام يمكن ساحة صراع باتت دولية ومن يمتلك الكلمة الأقوى أو كلمة الفصل الآن بكل الحالات الآن محاولة ماكرون تحريد أوروبا الآن لمعاوزة التدخل في ليبيا خشية خسارة النفوذ الفرنسي منذ أشهر وهو يقوم بدعم علني مع السعودية والإمارات بدفع حفتر باتجاه التقدم إلى ترابلوس أنا أعتقد ما يحاول الآن القيام به لم يعد متاح ربما يكون أردوغان آخر الدول التي تدخلت ومنذ ما قبل 2011 كان أكثر حضورا في ليبيا كانت تركيا الأكثر استثمارا كانت تركيا الآن الدخول في لعبة المحاور أعتقد حتى الأوروبيين لن يكون لهم دور الآن المزحمة على النفوذ أو الاقتتال الآن ينحصر حقيقة بين الموقفان الروسي الأميركي حتى حفتر يعني لو لم يكن هناك ليس أن دصر التركي؟ أنا أعتقد المحاولة المصرية الإماراتية السعودية يعني حتى بالتحالف مع الفرنسيين انتهت نحن الآن انتقلنا إلى مرحلة أخرى حتى يعني عندما كان حفتر مدعوما من روسيا يعني قبل أن يفر من برلين ويرفض التوقيع الاتفاقية نعم كان حدود تلك المرحلة هو أكثر تحالفا مع الروس ولكن عندما فر من برلين ورفض التوقيع أنا أعتقد الروس حتى لم يعدوا يشعروا بأنه اللواء حفتر بات موصوق الآن هو أكثر ميولاً للأميركي بكل الحالات يعني عندما نتحدث من الآن سيستفيد من الصراع في ليبيا من المبكر جداً الحديث الآن بالرغم من الانتصارات الكبيرة التي حققها التركي والآن يتحجح باتجاه السيرت أو الجفرة بعد كثير بكي لأنه أنا أعتقد هذه المعركة لغاية الآن لا توجد مؤشرات بأنه سيكون هناك من رابح لذلك الأميل أن يخرج الأوروبي من هذه الساحة وستكون حسراً بين الروسي والأميركي بكل الحالات التركي هناك دوافع أيديولوجية أيضاً هو لا يستطيع أن يسمح بأن تتحول ليبيا إلى منصة لأيضاً مواجهة القوى الإسلامية في شمال إفريقيا وهذا ما يسعى إليه ماكرون يريد استعادة نفوزه بشمال إفريقيا وهذا الآن بات متعذر لأن أوروبا أنا أعتقد شاخط وباتت الآن خارج المشهد السياسي وما قام به خلال الأشهر الماضي من تدخل حقيقي يعني حتى القاعدة التي قسفت مؤخراً قيل أنه فرنسية لأنه رفال الطائرة الطائرة تمتلك فقط فرنسا أو مصر أستاذ بيارلوي نحن أمام مقاربتين مختلفتين يعني دكتور تيسير وأستاذ سمير الحسن يتحدثان عن تراجع لهذا الدور الأوروبي وبات هامشياً برغم ارتفاع هذه الحدة ولكن على ما يبدو هناك المسعى الفرنسي لتشكيل جبهة أوروبية موحدة بمواجهة التركي هل نجحت فرنسا حتى الآن بتحقيقها وما الذي يمكن أن تصل إليه من خلال هذه المواجهة؟ أعتقد أن هذه الجبهة التي يحاول الفرنسي تقوينها جزئياً يمكن أن نقول بأنها تحققت على الواقع ولكن في نفس الواقع نحن نعلم جميعاً وكما ذكره ذا ميلان في الحقيقة أن مسألة تدخل أوروبي جديد على الأراضي الليبية سيبوغ بالفجل ويعرف ذلك جيداً للديبلوماسيون الأوروبيون وديبلوماسيون الفرنسيون تحديداً وأعتقد أن هذه المقربتين تصبوا في اتجاه أن الكعكة بين قوسينا الآن ولنقل مناطق النفوذ مقتسمة فعلاً بين روسيا من ذيها وأمريكا من جديد أخرى لأن وراء تركيا بصورة غير مباشرة هناك دعم مستتير دعم أمريكي مستتير أما أن تكون عين فرنسا على الشمال الإفريقية أنا أعتقد أن هذا التشخيص وتشخيص واقعي فبالتالي أعتقد أن دعوة إيمانيو الماكرون إلى توحيد الجبهة الأوروبية ليس وراءها رغبة في إعادة ما قام به ساركوزي من الجهة المعاكسة لأنه مكم يعرف جيداً بأن هذا الدعم الذي قدمته الحكومة الفرنسية لمعسكر حفتر دعم انتهى بمأزق ولا أعتقد أن الرهان على قوى حفتر أو على قوى يعني تودي إلى استبدال حفتر برجل قوي آخر في ليبيا من صنع أوروبي واردنا الآن يعني كل ما هناك رغبة في قلب موازن القوى اقتصادياً ولن نستبعد أن يكون هذا الضغط الذي تحاول فرنسا بقيادة ديبلوماسية أوروبية أن تمارسه على تركيا هو ضغط غير مباشر أيضاً على الطرف الأمريكي برغبة لإثبات صرامة ديبلوماسية أوروبية تدفع بالطرف الأمريكي إلى رفع يده عن المنطقة ولكن في نفس الوقت يعني هنا إجابة إلى سؤالك ماذا بوسع فرنسا وبوسع أوروبا أن تفعله من أجل في الحقيقة إحلال محل أمريكا في أن تصبح هي سيدة الموقف في الواقع لا يزال الأمر ضيق ومأزقي إلى حد كبير نعم ولكن أيضاً هناك تساؤل حول تداعيات هذا التوتر تصاعد التوتر ما بين التركي والفرنسي أو التركي والأوروبي على مصير حلف الناتو هذا يمكن يفتح مسائية أخرى أستاذ بيارلوي ولكن بما أنك أشارت إلى نقطة مهمة جداً بمحاولة استعادة الدور الأوروبي إردوغان تحديداً بيوم الثلاثة في التاسع ستة أو تسعة ستة الفين وعشرين دكتور تايسير يقول بأنه سيستمر بدعم حكومة فايز السراج في ترابلس الليبية عسكرياً على ما يبدو حتى تجاهل يمكن إعلان القاهرة وما تم الاتفاق عليه شراهة إردوغان هي مستمرة هل وصلنا إلى مرحلة التتريك وهل هناك من قادر على المواجهة التتريك وهي لمصلحة الترك وهل توافق أنه هي أيضاً أحلام أمريكية إسرائيلية بمواجهة إبعاد الدور العربي في القرن الواحد وعشرين انتهت هذه فكرة التتريك والعثمنة وكل هذه المسائل التي تستخدم في السجال السياسي أكثر من تستخدم بالتحليل العلمي اللاعبان الأساسيين الآن في ليبيا هما تركيا وروسيا وبين تركيا وروسيا لغة دبلوماسية مشتركة مرت العلاقات بينهما بأزمات كبيرة وبتوترات ضخمة جداً ولكن لم تنقطع هذه العلاقات أبداً وكان هناك دائماً فرصة للتفاهم تركيا أيضاً تستبعد إمكانية تورط مصر في أي حرب حتى عندما يدعو الآن البرلمان طبرق إلى القوات المصرية أعتقد أن هذا الأمر لن تستجيب له مصر الرئيس السيسي عندما يتحدث عن الخطوط الحمراء بالنسبة لموضوع ليبيا سيرت والجفرة يعني في الحقيقة هو يبتعد عن الخط الأحمر الأساسي الذي يواجه مصر الآن التحدي الأكبر اللي هو تحدي سد النهضة يعني سد النهضة هو الخط الأحمر اللي إحنا جميعاً حتى اللي بتختلف أيضاً مع السياسات السيسي نقف مع مصر فيه لأنه في الحقيقة مصر محقة في هذه القضية أما في قضية ليبيا فلا أعتقد بأن هناك إمكانية لتدخل مصر في ليبيا فضلاً أن تركيا دعت أكثر من مرة إلى أن يكون هناك تفاهم بين تركيا ومصر حول موضوع ليبيا وأيضاً حول المشاكل الأمنية والاقتصادية ما الذي يمنع المصر من التدخل تمنع لأنه الحرب ليست مسألة سهلة وتركيا عندما يعني يعني تمارس نفوذ في داخل ليبيا هي تمارس من خلال الدعم ولكن إذا أرادت مصر أن تدخل في حرب فستدخل في جنودها وهذا أمر غير ممكن الآن التركي متهم بإرسال أكثر من 17 ألف مقاتل من الشمال السوري كمرتزقة إلى ليبيا والله هذه التقارير أنا سمعتها على قناة العربية يعني قناة العربية تروج لهذه المسألة يعني أنا ما لازم نذكر اسم قناة في قناة أخرى ولكن هذه كلها مسائل إلها علاقة ب يعني فيه كثير الآن يعني أخبار مفبركة مزيفة إدعاءات يعني حتى كمان لو فيه 17 ألف مثلا هل يستطيعوا أن يحسموا المعركة؟ الذي يحسم المعركة الآن هي الأسلحة يعني كل الانتصارات التي حققتها حكومة الوفاق حققتها من خلال موازين القوة التي عدلتها على مستوى استخدام السلاح وليس على مستوى القتال الأرضي فأنا أتصور أنه الآن لن نشهد أيضا اشتباكات في داخل ليبيا يعني اشتباكات بين الفرقاء الليبيين لابد من الذهاب إلى التفاهم وأعاد التوحيد ليبيا مرة تانية ولا يوجد إلا حل سياسي بالنسبة للمسألة الليبية طبعا يقف عقبة أمام الحل السياسي هو اللواء المتقاعد حفتر وأعتقد بأنه الروس يسعو لإزاحته عن المشهد يعني ممكن التفاهم بين القوى الموجودة في شرق ليبيا مع الحكومة في طرابلس ولكن حفتر أعتقد أنه لابد أن يخرج من المعادلة حتى يتم التفاهم في داخل ليبيا لأنه وجوده يشكل عقبة أمام تفاهم أو أمام تسوية بالنسبة لليبيا تحولت بالنسبة للتركي تحولت ليبيا إلى كنز كبير أستاذ سمير ولكن الآن مع مطالبة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح هذا التدخل المصري هل سنشهد هل توافق أن مصر لن تذهب إلى النهاية بالدخول مباشرة مع مواجهة مع التركي ما الذي يمنعها أم أنها قادرة على الصمو يعني واضح تماما إذا أقدمت على هكذا خطوة هي تحتاج إلى غطاء عربي بالدرجة الأولى والآن المشهد العربي الرسمي غائب تماما ومفكك وأنا أعتقد محاولة النظام العربي الرسمي اللعب بالخرائد في 2011 تحت مسمى الربيع أخرج كل النظام العربي من المشهد السياسي لذلك الآن ما يجري في ليبيا هو نتاج طبيعي اللي بلورت محور قد يكون هو غير بآسيا حتى بدل الشكل العوسط بكل الحالات لن يقدم السيسي على مغامرة غير محسوبة هو يحتاج إذ لم يكن هناك من غطاء عربي هو يحتاج إلى غطاء دولي هذا الغطاء الدولي الذي الآن بات أيضا يعيش تبينات كبيرة أنا أعتقد أزمة السيسي هو الآن يعيش ملحق ليست مصر التي كنا نعرفها التي كانت تلعب الدور الريادي الكبير والذي نحتاجه للأساب هو الآن بدأ بالتراجع والحصار أكثر فأكثر بكل الحالات ربما يكون أن أردوغان استثمر بحكومة السراج معترف بها وهذا حقه يريد موقع على المتوسط وهو يبحث عن السروات ككل دول العالم ويحتاج إلى النفط يحتاجه وإدولوجيا الآن هي تمثل قاعدة رئيسية لتنظيم الأخوان المسلمين وهذه منصة أيضا لحماية شمال أفريقيا بالكامل لذلك معركة ليبيا أبعد من السيسي ولو غامر بهكذا دخول أنا أعتقد سيغرق في الرمال الليبية دون شك في مقالة لدكتورة بوثينا شعبانة للمستشارية السياسية والإعلامية يعني للرئاسة السورية تتحدث التاريخ يعيد نفسه المتضرر الأكبر مما يجري تحديدا من المحاولات التركية هم العرب خصوصا انطلاقا مما جرى في سوريا بالتدخل على عدة جبهات بدعم مجموعات معينة حتى الأوراق التي يمتلكها بالضغط هل هذه النتيجة والخلاصة يمكن أن نصل إليها؟ بدقيقة واحدة شوفي في كتير ناس الآن بالاشتباك ليبيا تحديدا كانوا أميل إلى اللواء حفتر أي بمعنى الموقف المصري الإيمولاطي السعودي وكانوا بيعتبروا أنه هذا موقف عربي حقيقة لا هؤلاء هم من عبسوا في كل المنطقة والنتيجة الآن يدفعون السمن أنا كنت أراهن على هزيمتهم حتى لا يبقى لتلك الرجعية العربية وعلى فكرة لو ربحوا في ليبيا كان أسهل عليهم حتى تمرير صفقة القرن والتدخل بتونس والجزيرة بكل المنطقة هذا الرهان الذي قامت عليه تلك الدول الخليجية هي من فكك المشهد العربي الرسمي الآن أين جامعة الدول العربية؟ هل سيتكرر المشهد السوري بليبيا؟ لأنه كان هناك الدعم الخليجي السعودي يمكن إمارات القطر سوريا ستكون هي السحة التي تعيد إعادة إنتاج نظام عربي مغير عن كل ما كان سائب في السنوات الماضية أدعوكم للبقاء معنا دكتور تيسير وأستاذ سمير ألاح حسن أشكرك جزيلا شكر أستاذ بيير ويرمون الإعلامي والخبير في العلاقات الدولية كنت معنا من باريس في الملف الأول من المسائية مشاهدين الكرام فاصل قصير من بعده نعود لاستكمال الملف الثاني بإطار النفوذ التركي ولكن هذه المرة نتحدث عن خصوصية البلد لبنان فاصل قصير من بعده نعود لاستكمال المسائية لا تذهب بعيداً أو صباحة من جديد أهلاً بكم في الجزء الثاني من المسائية بنحو لافت برز استجال بين عدد من الأطراف اللبنانيين على خلفية الوجود التركي في لبنان الوزير السابق نهاد المشلوق اتهم الوزير السابق أشرف ريفي بالتبعية لتركيا عبر مقال له في موقع أساس أشار فيه إلى حصول ريفي على تمويل من أنقرة لإنشاء جمعيات تابعة لها في شمال لبنان ولا سيما في مدينة طرابلس ريفي الذي رد عبر عدد من التغريدات بموقع تويتر اعتبر أن مقال المشنوق مزيف واتهمه بالمتاجرة بطرابلس وأهلها ولكن مصدر أمني كشف للميادين عن علاقة تركيا ببعض المجموعات التي تقوم بأعمال تخريب إضافة إلى قطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية لسيما في مدينة طرابلس رئيس الحكومة السابق فؤاد السانيورا انتقد تركيا مواربة معتبرا أن قرار تحويل متحف آياسوفيا إلى مسجد يضر بالمسلمين وبصورة الإسلام المنفتح والمعتدل ويغذي التطرفة في أوساط بعض المسلمين ورأى السانيورا أن الإجراء التركية يزيد من إشعال مقولة صراع الحضارات التي أججها اليمين المتطرف إذن مقولة أنه كلما أمطرت في تركيا حمل مريدوها في لبنان المظلات تجاوزتها الأحداث وبدأت تغلغل التركي أمنيا واقتصاديا وشعبيا وتربويا انطلاقا من عاصمة الشمال اللبناني طرابلس لم يعد طموح تركيا بالامتداد إلى لبنان مجرد تكهنات أو حلم لمريدي العثمانية السياسية المعطيات والأحداث والتصريحات توضح التفاعل الداخلي مع ركائز وأركان التغلغل التركي التدريجي في الساحة اللبنانية تظاهرات في الشوارع ترفع أعلام تركيا وصور الرئيس رجب طيب أردغان كلما أرادت أنقرة توجيها رسالة أو التلويح بورقة تركيا المتمددة عسكريا وسياسيا في ليبيا وسوريا والعراق وإن كانت الورقة اللبنانية أساسية لمشروعها لم تجاهر حتى الآن بنياتها في لبنان مكتفية بدعاء احتضان اللبنانيين تقول إنهم يلتمسون دعمها ومشروعها في لعبة الصراع اللبناني الداخلي لكن معطيات ومعلومات كثيرة تتحدث عن بدايات تشكيل أرضية صلبة لها برنامجها وأدواتها وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي تحدث أخيرا عن تدخل خارجي هدفه اللعب بالأمن رابطا بينه وبين وصول طائرة خاصة من تركيا على متنها أربعة أتراك وسوريان في حوزتهم أربعة ملايين دولار أمريكي القيادي فيما يسمى الجيش السوري الحر مصطفى الشيخ تحدث عن تحركات أمنية في ترابلس والشمال لمجموعات معارضة سورية تدعمها تركيا بالتعاون مع إحدى المرجعيات السياسية الترابلسية ربطا بهذه الأجواء ينظر الحريصون على الاستقرار اللبناني بعين الريبة إلى سلسلة العنشطة المرتبطة بتركيا في لبنان للإمساك بالبيئة المؤثرة للمسلمين السنة مستغلة تراجع تيار المستقبل والزعمات الشمالية وصراعات عائلة الحريري التي تفرعت عنها منتديات بهاء الحريري ويتولاها المقيم في اسطنبول نبيل الحلبي وبعض المسؤولين السابقين في تيار الحريري أو في تنظيم الإخوان المسلمين دكتور تيسير ما حدود هذا التحرك الأمني التركي في لبنان هل لازال بمرحلة طور التبلور أم نحن أمام مناخ يمكن في ظل تراجع الدور السعودي تقدم للدور التركي أولا يعني نحن طبعا كمحللين لا نستطيع أن نحلل إلا الأشياء الظاهرة لا نستطيع أن نطلع على تقارير أمنية ونطلع على خبايا الأمور بالطبع لا نستطيع يعني ومن أجل ذلك إذا أردنا أن نبني شيء نبني شيء بناء على الظواهر المشاهدة الملموسة لا شك بأن تراجع الدور السعودي في لبنان السبب والسبب الثاني هو بحث مجموعات في لبنان عن مرجعية وعن دولة يستطيع أن يجدوا نفسهم فيها من خلال طبعا ما نعرفه عن المجتمع اللبناني انقسامه الطائفي وانقسامه السياسي فأنا أتصور أنه لو ذهبنا إلى بيروت أو طرابلس سنجد من بين كل عشرة تسعة أشخاص قد يكونوا يرحبوا بدور تركي على حساب الدور السعودي لا أتصور أيضا أنه لماذا يرحبون الآن الدور السعودي لأنه خسروا الرهان على الدور السعودي الدور السعودي السعودية كما تفضل الأستاذ سامير خسرت في المنطقة كل سياساتها التي اتخذتها في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد وفاة الملك عبدالله كانت سياسات خاسرة لم تثمر عن شيء بالنسبة لموضوع في موضوع تاني أنه هناك مواطنين لبنانيين ذوي أصول تركية موجودين في الشمال وكثير أيضا لا أريد أن أقول كثير وإنما نسبة جيدة من العائلات في بيروت أيضا من أصول تركية في هناك حنين لتركية يعني الانقطاع بين تركيا وبين لبنان أو بين تركيا وبين فلسطين حتى يمكن عرضت السفارة التركية وفق للعديد من المقالات الصحفية حتى نتحدث أن البحث عن لبنانيين من أصول تركية تركمانية لتشجيعهم على الحصول على الجنسية لا أهم طبعا كل واحد يثبت أنه إليه أصل تركي يحصل على الجنسية ولكن طبعا هناك معاملة ورقية يعني لابد أن تكون الإثباتات قوية يعني فأنا أتصور أنه لحتى الآن لا يوجد ما يدعم الإدعاءات التي تقول أن هناك دور تركي في داخل لبنان وهذا الدور منظم وله رموزه المعروفة ولا أتصور أيضا أنه تعقيبا على المقال والسجال بين الوزير مهاد المشنوق والوزير الريفي لا أعتقد أنه الوزير الريفي أيضا يعني الشخص الذي يمكن أن يعتمد تركيا في حالة تم البحث عن شركاء لبنانيين بالنسبة لتركيا وأريد أن أذكر هنا بزيارة وزير الخارجية التركي في نهاية 2019 عندما أتى إلى لبنان وطرح فكرة التنسيق مع لبنان بما يختص بغاز البحر الأبيض المتوسط نتذكر هذه الزيارة يعني تركيا أميل بنسج علاقات استراتيجية مع الدولة اللبنانية وقتصادية مع الدولة باعتبار أن لبنان منطقة مهمة ولكن هناك نواحل لا يمكن إغفالة أستاذ سامير وأنت أبن مدينة ترابلس يعني نحن نتحدث عن منح تعليمية تأتي من تركيا أيضا هناك أحتضان من الناحية الإنساني تقارب كما يقال من جمعيات تابعة لبهاء الدين الحريري مع الجانب السركي بس أنا أعلق على منظور بهاء الدين الحريري يعني ليس من المتخيل بأنه بهاء الدين الحريري يترك السعودية ويذهب إلى تركيا يعني على الشهر المقاطعة يمكن أستاذ سامير سأترك له حق الرد بهذه النقطة حتى بخط آخر حالة الاحتضان لعدد كما قل من الشخصيات السلفية مثل الشيخ سالم الرافعي يعني أنا أعتقد المسلمين السنة أصيبوا بي التهاب حاض يعني واضح تماما كل الخيبات اللي عشوها تحديدا من خلال الريهان على السعودي خسر في كل المنطقة وليس في لبنان الآن أردوغان يمثل لهم مركز وخاصة هو الآن قوة صاعدة في سوريا في ليبيا إذا بتشوفي خلال السنوات الماضية موضوع فلسطين يمثل لهم عنوان آخر لذلك هو يشكل لهم رافعة معنوية وهم يشعرون الآن كم هم بحاجة خاصة عند شعورهم بالغبن وبالأحباط يشعروا بأن تركيا تشكل لهم رافعة معنوية هذه العلاقة بين ترابلس وتركيا هي علاقة تاريخية هناك جمعيات واستحدث جزء مننا بين 2010 و2012 ولكن هل يوجد هناك تنسيق بمعنى التأورير؟ يعني حتى الآن ما نواضح أنه في هناك تنسيق تركي مباشر بالمعنى التسلسل الهرمي التنظيمي هذا غير صحيح هناك مناخات حتى إذا بتشوفي بالمونديال أهل ترابلس بيرفعوا أعلام تركيا أثناء سفينة مرمراكين هناك علاقة تاريخية بين ترابلس وبين تركيا ليس هناك من عملية استقطاب لمناصرية تحديداً طيار المستقبل؟ حتى الآن لا يوجد نسب المنتديات بهالحريري إلى تركيا ليس صحيح أنا أعتقد أخي دكتور تأسير لا يمكن أن يقدم بهالحريري أو أي أحد كان بالتيار على القطع العلاقة مع السعودية لذلك أنا أعتقد هناك تهويل وهناك تضليل خاصة يعني قد تكون هناك دول خالجية شاركت بأعمال الشغب وليس التركية حتى الآن لم يثبت بأن هناك تنسيق يعني بالمعنى العلاقة التنظيمية هناك مئات الشباب الآن مش بس بترابس بكل لبنان ما بده روح يسافر أو يخون بزيارات بروح على تركيا تركيا بتشكل له حالة معنوية حتى روحية على المستوى الدين بروحه ولكن لا يعني هذا بأنه تركيا تريد السيطرة على الشمال وأخذ الشمال يعني أنا أعتقد هذا الكلام بات هل هناك مبالغ فيه يعني كتير مش أنه حتى لا يمال يعني لا يلامس الواقع أطلاقا بقدر بفهم أنا عندما كانت الحرب على سوريا بأوججك أنا هناك جمعيات خيرية تعنى بالنازحين ولكن حتى الآن لم يثبت بأنها تتحولت إلى مجموعات منظمة أو ما شابه يمكن ما أثار الانتباه نحو الشق الأمني هي مجموعة من الضباط السوريين المنشقين من سكانهم مدينة ترابلوس يمثلون الوسيط كما قيل ما بين رجال الاستخبارات التركية وبعض الخلايا الأمنية من هذا الباب هل هناك الآن مخاوف روسية إيرانية تحديدا من انتخاذ تركيا الشمال اللبناني لتتكامل مع الضغط الآتي من إدلب أم هذه مقاربة يمكن أمنية تحاول الخليجي أن يمررها لمصطحته الصراع في المنطقة الآن يعني أدى إلى فرز جعل حتى من نظنهم متخاصمين مع بعضهم البعض هم في حالة اتفاق يعني مثلا روسيا وتركيا نقاط الاتفاق فيما بينهم أكبر من نقاط الخلايا حتى الإيران والتركي ممكن الملقة السوري حتى الإيران والتركي يعني كان فيه تصريحين لافتين تصريح موقف الوزير الضريف من موضوع ليبيا قال بأنه إحنا لا نتدخل في ليبيا ونحن نتفهم نتفهم نعم ونعترف أيضا بحكومة الوفاق الموقف منذ يومين موضوع آيا صوفيا اللي هو طبعا قضية وطنية تركية يشترك فيها الإسلاميون والعلمانيون والقوميون وهذا الكلام اللي بيحكيه الرئيس الوزراء السابق السنيورة هذا كلام يعني أولا موضوع وضعه في إطار في إطار صراع الحضارات يعني هذا وضع متعسف في رأيي يعني أنا أريد أن أستشهدنا بموقف المعارضة التركية المعارضة التركية المرشح الرئاسي السابق محرم إنجل كان ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أكد بأن هذه القضية قضية سيادة يعني هي قضية سيادية ليست قضية لها علاقة حتى بالمسألة الدينية يعني كثير من الأتراك يفهموها خلفية قومية يمكن مش خلفية دينية نعم لأن أيا صوفيا هي رمز الجرح التاريخي التركي اللي تسببت في الحرب العالمية الأولى فهي تشكل قيمة رمزية كبيرة جدا يعني عدنان مندريس رئيس وزراء تركية الذي أعدم وكان رئيس وزراء تركية من سنة 1950 إلى سنة 1960 كان موضوع أيا صوفيا موضوع استراتيجي في برنامج وفي خطط السياسية المرحوم البروفيسور أربكان نجم الدين أربكان اللي هو مؤسس حركة الحركة الوطنية الكبرى في تركيا ومؤسس أيضا الحركة الإسلامية في تركيا أيضا كان هذا الرجل ضمن برنامجه موضوع أيا صوفيا حتى القادة القوميين يمكن من خلال الدور التي تطرقنا هذا الموضوع أيا صوفيا وهو أمر ليس بالبعيد لأنه هناك تنديد دولي واسع هذا الموضوع أنه تحول من متحف إلى جامع وسيبقى على ما هو عليه ضمن وضعه التاريخي والمعماري المعهود سأعود إلى لبنان أستاذ سامير لأختم معك إذا كان هناك من دور نحن نفترض بالسياسة وليس أتحدث أمنيا لأن هناك أيضا تقارير صحفية أنه تم التواصل ما بين عباس إبراهيم وكذلك القوى الأمن الداخلي وأيضا السفير التركي في لبنان قيل أن هناك أجواء تركيا لا تتدخل إلا فيما يؤمن استقرار لبنان وتريد الشراكة والعلاقة المباشرة مع الدولة اللبنانية ولكن إذا ما حصل هذا النفوذ التركي المتوسع بطبيعة الحال كسياسة إردوغانية هي ستكون على حساب السعودي ستسحب أكثر منه الأوراق مع خسارته لملفات عديدة بالمنطقة أولا ما يزر الآن في المنطقة هو مزحم على النفوذ بين التركية والسعودية الآن التركي يقاتل على استعادة الزعامة الإسلمية في العالم لذلك موضوع الكنيسة أيها الصافية له علاقة برمزية تاريخية عندما دخل الفتح كانت أيها الصافية تمثل رمز سياسة للأمبراطورية البيزنطية استعادة الآن له علاقة برسالة إلى الغرب أيضا الغرب وتحديدا الفرنسيين الذين يحضرون لعقوبات على تركيا على غرار إيران وأيضا هذا الموقف له علاقة بالتفاعل مع المزاج الشعبي التركي نحن سنشهد مزيد من الصعود التركي مقابل انحصار للدور السعودي في المنطقة ومن هنا من الطبيعي أن تجد كل المدن الإسلامية تتفاعل تلقائيا مع تركيا تركيا الآن تتقدم على مستوى هذا المحور الإسلامي من هنا عندما يجري محاولات غربية أو تحديدا فرنسية لتقلص هذا الدور لأنه يدرك بأنه سيرس الحالي الإسلامي على مستوى الأم الآن أردوغان ومن أولوياته وعنوينه ستكون فلسطين وهذا سيعطيه الريادة كل تلك الدول التي كانت منحقة بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي هؤلاء الذين حاولوا تمرير صفقة القرن تصويت القضية الفلسطينية حاولوا أن يلعبوا بكل خرائط المنطقة من الطبيعي أن ينحسر دوره وكأنه الدور التركي الدور الحامي للعربي والإسلامي ولكن نحن لا نغفل هذا الدور النفوذ الذي قام به كيفية تدمير سوريا بالملاف السوري هو الذي أرخب بلالي على مواقف العديد منه قبل الـ 2015 أي قبل الاستدارة كان رأس حربة في الحرب على سوريا ولكن بعد الـ 2015 أنا أعتقد مستوى التفاهمات الروسي تركي الإيراني بات أبعد من سوريا وأنا أريد أنه صح حيث سقط مني سهوى المدير العام للأمن العامل وعباس إبراهيم وليس الأمن الداخل بس أنا بدأول كل مزغيرة رأس بدأول كل مزغيرة إحنا نتخيل أنه صار فيه نفوذ تركي في المنطقة على حساب النفوذ السعودي أتصور بأنه سيكون هناك فرصة لهذا النفوذ التركي لو حصل أن يتفاهم مع القوة الأساسية في المنطقة وهي إيراني الآن هذا التفاهم ممكن يصنع حالات من حلول المشاكل الموجودة في المنطقة أفضل من وجود الثنائية السعودية الإيرانية يعني الثنائية التركية الإيرانية أفضل من الثنائية السعودية الإيرانية شكرا جزيلا لك دكتور تيسير الخطيب الكاتب والمحلل السياسي وأشكرك جزيلا شكر أيضا أستاذ سامير الحسن الخبير في شؤون السياسية والعسكرية وقبل الختام تذكير بأبرز عنوين المسائية مكرون يقول أن لا سلامة في المتوسط من دون أوروبا ويهاجم تركيا من بوابة ليبيا وأنقرة تتهم بإطلاق إدعاءات كاذبة فما أفاق التصعيد بين البلدين مجلس النواب الليبي برئاسة عقيل أصالح يطلب رسميا تدخلا عسكريا مصريا فهل يتحول التدخل إلى اشتباك تركي مصري مباشر وبعد سوريا والعراق وليبيا تنامي النفوذ التركي في لبنان هل هو على حساب الدور السعودي ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية المسائية انتهت في أمور الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة